لاني انا حسب ما جتلي من معلومات بينك مواقف انت وبوك مواقف ان شاء الله مواقف على عز وعلى طيب وعلاقتك انت وبوك وطيدة حنبيك تشاركنا باحد المواقف ولا بالعلوم الطيبة اللي بينك وبين والد اما شايفه كاهي ولا شيء يومي قال فيه حلم طيب اسلام والله يطير العمل المواقف غاجب ولكن انا كان يحصل لي مشاكل المواقف كثير عروح اروح اروح وعود عنده ما يحل الله اللي بو ولا يفزع لي اللي بو صدق ولا يوقف معي اللي بو ولا يسان بني اللي بو يعني لو لا الله ثم لو لا سعيد ابن سعجعني والله في درجة لها الله يطور عمي حليك وحليه لك كبس على عودي الله يرحمه جاء طلعني والله مشاكل وواجب وفضله علي واجب وجمايله علي واجب دلو سوي انا مني على بكرة والله مو في قدرة ولا اتمو في حج زي ما قال سلطة لو أحججهم على ظهري والله ما فيه قدر لا هو والأمي يعني ورى أفداهم عرفت ولا لا لكن أما المواقف والله ما أنتم معرفين يا هل ديك المنطقة الخاطر الطيب والخاطر الوسيع جرب يطولهم يا والله أفدا وراجع ما تذكروا أنه موقف لأبوك ترى المواقف اللي تحصل بين الابن ووالده حتى لو كانت فكايات تعمق العلاقة بين الشباب وتخلي الابن يتعلق في والده وأنا نصيحة أوجهها الأخواني المشاهدين والدك ترى مهما قسع عليك والدك مهما عدلك والدك مهما زعل عليك ترى والدك يحبك والدك يبيك تصير أطلق منه معا ما حتى يصير أطلق من والده ولا حتى يصل المواصل إلى أبوه بس أنت يا الابن ترى قطعة من الروح مستحيل أم أو أب يتمنى لابنه أو بنته الشر أو المكروه لا بالعكس هم يتمنون لهم العلم الطيب يعني من أخوي عبدالله جعل ربي يطول عمره أنا متقمص في شخصيته ومتقمص في الأشياء الخاصة اللي عنده ولو بتمنى من الناس أنهم يحذون حذو أحد لتمنيت أنهم يحذون حذو عبدالله سعيد من غير قصوراً في باقي يا أخواني ولكن أذكرنا أحد المواقف ما لك عذر حتى الكنترون يقول لازم تذكرنا موبا أنا والله موانتي كيف جاءت مع أبوي قوية صرت أنا أبوي وخوي بسببت المواقفين عذبت على التيوش والخرباء على التيوش والخرباء ايه والله أقلكته والله حدا أبو التيوش والخرباء لا ليلة ليلة ولنهار نهار عرفت كي أني غرأ في درجة ليه درجة بموقف حصل قوي الشاي بحط لخروف الشبك يبغى للعيد والخروف زي يبغى ضحيبة قلما يطعون السلامة كنت سامن وناصم الشباب وطقتقوا عليه قال أنتم ما أمرك عشياتنا يا أخي هابرنا عشاء الخرفان عندكم مواجدة أنتم ما تجب المدينة وش تحدوني نرفزوني تعال زويت وقلت أقول العشاء القابل هي الشاي مسامن وغادي على الشبك ولا بلل الطل الكبير اللي بغي ضحيبة الشاي والقطع يطعون السلامة وصلاقة الملك صلاقة عدوك وادوق على الشباب عثالي العود جاي ذاك اليوم وقلتهم عندي في البيت المجلس وركب عشاء يام قدنا على العشاء وتعشينا وقاموا الرابع وقلت لي بشير الصحو على الشاي بداخل مع الباب داخل جعني ورافتها راح أبهم كان مباشية عرفت ويضر وجهك منك عشية الرابع يبغى بس الرئيين يقومون يطرعون ورأس هيا طبخ كيف؟ أبهم يطرعون الرسال ومن داهم يطرعون بالباب الشغل الموت وراح على أنا في وجه الله عطاني ضرب تعراسي باقي فيه عقيلة يا دحي عدت عقيلة يا دحي ايه والله اقول مشكو الصف قدل اللي فيه اثار هواضح يا بسعيد ايه واضح الله يطيل في عمره الله يطول في عمره هذا من احد المواقف الله يطيل في عمره ان شاء الله ويخليه لك ويخليك لانسانة وديه ويجعله يسلم ان شاء الله اخوي عبد الرحمن الله يطول عمرك ما نستغلي منك يا عبد الرحمن نبيك تشاركنا فيه مرة حيطيل في عمره سلامة من مرت جيت الواضح اللي هيطول في عمرها وانا والله ما ببغيك